اشتركوا في القناة وأورانيا باباتيو اليوم الجمعة بالرباط أن إحداث المجموعة البرلمانية لدعم مخطط الحكم الذاتي يرم بالأساس إيجاد حل عادل وتوافق للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وليد حميدي علوي في المتابع عقب إجرائهما مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطا أكد البرلمانيين الإيطالي ماركو ديمايو وأورانيا باباتيو أن إحداث المجموعة البرلمانية لدعم مخطط الحكم الذاتي يرم بالأساس إيجاد حل عادل وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء لا يمكن إنكار جهود المغرب الجادة وذات المصدقية والمتمثلة في مخطط الحكم الذاتي الرام إلى التوصل إلى حل دائم وعادل وتوافقي في إطار الرعاية الحصرية للأمم المتحدة وقد تم إحداث هذه المجموعة البرلمانية بمبادرة من عدة نواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لمختلف المجموعات السياسية الإيطالية وكان البرلمانيين الإيطاليين قد أعلن في وقت سابق بروما عن إحداث مجموعة برلمانية لدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وذلك بمبادرة من عدة نواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لمختلف المجموعات السياسية الإيطالية إن الوفد الإيطالي حل بالمغرب في إطار الدبلوماسية البرلمانية لدعم مسلسل الأمم المتحدة حول قضية الصحراء وأنا أؤكد أن هذه المجموعة البرلمانية تدعم حلا قائما على التوافق لتسوية نزاع المفتعل حول الصحراء وفي بلاغ لهما أوضح البرلمانيين أنه استجابة لدعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي أطلقت المملكة دينامية إيجابية من خلال مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية المدعوم من طرف بلدان إفريقية وعربية وأسيوية وأمريكية مختلفة بربط دائما وقع المغرب وجمهورية النمسا اليوم الجمعة على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الحوار الديني هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتوسيع التعاون الثنائي في مجال الحوار بين ثقافات والأديان عودة مع وليد حميدي علوي وقع المغرب وجمهورية النمسا بالرباط على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الحوار الديني وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وسيدة تيريزا أنجين نائبة الوزير الاتحادي لشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا تهدف إلى تطوير وتوسيع التعاون الثنائي في مجال الحوار بين الثقافات والأديان بالنظر لما لمسناه من خلال تجربتنا في المغرب خلال هذه الزيارة أنا أعتقد أنه يجب علينا أن نتحدث عن التجربة المغربية وأن ننقلها إلى أوروبا فلدى المملكة الكثير لمشاركته معنا فيما يخص التجربة الدينية وذلك بفضل التنوع المؤسساتي والفكري الذي يتميز به المغرب وتروم هذه المذكرة أيضا إحداث منصة مخصصة لتعزيز الفهم المشترك من خلال تحديد شركاء الحوار على المستوى الحكومي والجامعي وكذا على مستوى المجموعات الدينية الرسمية والمجتمع المدني هذه المقدمات والعناصر تهيئنا للتفاهم طبعا في المجال الأوروبي والمجال العالمي مسألة الهوية ومسألة التديون ومسألة الإيمان هي أمور ترجع إلى الواجهة ومن بين أهداف المذكرة أيضا إعداد خارطة طريق وأجندة للحوار بين الثقافات والأديان إضافة إلى دراسة إمكانية نشر نتائج ومنجزات الحوار الثقافي والديني الثنائي ودعم شركاء الحوار وتقاسم المعطيات الخاصة بالمبادرات المحلية والوطنية التي تشجع على الحوار بين الثقافات والأديان على صعيد آخر جرى اليوم الجمعة برباطة الإعلان رسميا عن إطلاق النسخة السادسة لجائزة رواق الولوج والدامج للأشخاص في وضعية عاقة وذلك خلال حفل ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار بمناسبة فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب التفاصيل في سياق التقرير التالي خلال حفل ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار بمناسبة فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب جرى الإعلان رسميا عن إطلاق النسخة السادسة لجائزة الرواق الولوج والدامج للأشخاص في وضعية إعاقة هذه اللجنة ستدر جميع الأرويق المتواجدة في المعرض الكتاب وغاد يتنقط هذه الأرويقة وتشوف مدى ملاءمة هذه الأرويقة للولوجيات للأشخاص ذوي إعاقة وفي آخر المعرض إن شاء الله غاد يتكون الإعلان عن جائزة الرواق الولوج هناك جائزتين الجائزة بالنسبة للعارضين والجائزة بالنسبة للنشرين أيضا وتهدف هذه الجائزة إلى نشر ثقافة الولوجيات داخل أوساط الفاعلين والمختصين في مجال النشر والكتاب وتحسيسهم حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج إلى المعرفة ولمختلف أرويقة ومرافق المعرض والاطلاع على الإصدارات الجديدة إلى بني ملال حيث تتواصل على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين بني ملال خنيفرة أشغال عدد من ورشات مجموعات التركيز المتعلقة بالمشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية المزيد من التفاصيل في التقرير التالي تتواصل على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة أشغال ورشات مجموعات التركيز المتعلقة بالمشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية وقد انطلقت هذه المشاورات بجهة على مستوى أربعين مؤسسة للتعليم الابتدائي ومثلها للتعليم الثانوي الإعدادي بهدف فتح الحوار وتمكن التلميذات والتلاميذ من التعبير عن مقترحاتهم وانتظاراتهم من مدرسة الجودة والانفتاح وتكافؤ الفرص هذه المشاورات تدف إلى استثمار دكاء الجماعي وفق مقاربة تشاركية صاعدة من المؤسسة التعليمية وقد كانت ترمزية هذه المشاورات والانتلاق من المدرسة باعتبارها هي المستهدفة بالإصلاح وباعتبارها حاضنة للتلميذ والمستهدفة وقد تم إطلاق مجموعات تركيز على مستوى أربعين وسبعين مؤسسة للتعليم الابتدائي وثلاث وستين ثانوية إعدادية وتأهيلية تمثل مختلف الأوساط المجالية بالجهة وتهم مدارس مستقلة ومجموعات مدرسية ومدارس جماعاتية وثانويات إعدادية وتأهيلية بالوسطين القروي والحضاري في الأخبار الدولية قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوفا اليوم الجمعة قال إن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا حتى تتحقق جميع أهدفها يأتي ذلك بعد مرور مئة يوم على بدء هذه العملية التي انطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي والتي على إثرها فردت أو فردت الدول الغربي عقوبات قاسية على موسكو شملت كافة القطاعات التجارية والاقتصادية فضلا عن مئات السياسيين والأثرياء الروس دوليا دائما ذكرت صحيفة دموين ريجستر نقلا عن مسؤول في الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميز في ولاية آيوة أمسنا الخميس وأضف المصدر ذاته أنه من المعتقد أن المطلق النار هو أحد القتل الثلاثة في الحادث في وقع في كنيسة كورنرستون مشيرا إلى أنه لحد الآن ليس هناك أي تهديد لأمن السكان دوليا دائما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حضر بيع بنادق هجومية للأفراد وذلك في خطاب متلفز نلقاه بعد تسعة أيام على مذبحة مروعة راح ضحيتها تسعة عشر تفلا ومدرستان في مدرسة في تيكساس تقرير لحمزة الخضر كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل مرة أخرى يطل الرئيس الأمريكي جو بايدن متسائلا من خلال خطاب موجه للشعب الأمريكي بعد أيام على الهجوم المروع والذي راح ضحيته تسعة عشر طفلا ومدرستان في مدرسة في تيكساس وخلال خطابه شدد بايدن على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء البنادق الهجومية المحدد حاليا عند الثمانية عشر عاما إلى واحد وعشرين سنة كما دان رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة واصفا ذلك بأنه غير مقبول بايدن تابع قوله حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئا مضيفا أن المشرعين لا يمكن أن يخذلوا الشعب الأمريكي مرة أخرى وصبق للرئيس الأمريكي أن تساءل متأثرا في خطاب صابق له عن متى سيتم الوقوف في وجه لوب الأسلحة وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في حوادث إطلاق نار في أنحاء متفرقة من البلاد آخرها مقتل أربعة أشخاص في مستشفى في طولسا بولاية أوكلهوما نعود للخبر الوطني وبمدينة تاتا حيث تحتل الحناء مكانة متميزة في الحياة اليومية للمرأة هنا التحولات لعادات يومية تمارسها للحصول على تلك اللمسة الأنثوية الجميلة أو حتى للتداوي من بعض الأمراض الجلدية وغيرها إضافة إلى كونها أصبحت تشكل مصدر رزق الكثيرات منهن عبداللاطف بن طالب والتفاصيل أيتوابلي غير بعيد عن طاطا مناخ جاف مرتفع الحرارة طقس ملائم لزراعة الحناء وفي هذا الوقت نضجت وحان قطاف أوراقها نساء القرية تحلقت بشكل جماعي ليقطعن أوراقها يدويا ما يكسب المنتج ميزة عالية نخرتها نضيها لديور حتى يامس نضيها للطاحونات نضحنوه لتثمين حناء أيتوابلي تأسس التعاونية الخنوقة لتحقيق تأطير جيد للفاعلين في هذا القطاع وتمكين الفلاحين من الحصول على قدرة تنافسية جيدة هذا التعاونية التي تحتم بتثمين منتج الحناء ويتم تسويق المنتج إلى عدة مناطق في المغير بعد الحصاد تأتي مرحلة التجميلة لتخضي بالأياد فتلوح كالوشم في باطن اليد الحناء من أهم أدوات التجميل منذ القدم حتى للتداوي من بعد الأمراض إضافة لكونها مصدر رزق ومجالا للسياحة التضامنية في الواحات ولدعم محاربة التصحر ومع الموسيقى هذه المرة حيث انطلقت من مدريد الجولة الأوروبية لفرقة رولينستونز التي تحتفل بمرور ستين عاما على تأسيسها فعلى ملعب ميترو بوليتانو في العاصمة الإسبانية أثر أداء الفرقة التي استمر ساعتين ونصف جوا من البهجة وسط حشد من خمسة واربعين ألف شخص ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية العذاب أن رولينستونز تؤكد مكانتها الأسطورية بتحقيق نجاح صاحق في مدريد نهاية هذه النشرة تفاصيل وفا عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني انفنتكات تيفي بايما شكرا لكم على طيب المتابعة في أماني الله ترجمة نانسي قنقر